بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنحل إن شاء الله مع بعض تمرين كلمات كلمات بسم الله أول سأل ولكن أنا اضطريت أن نعمل إيه في موبايلي أثناء الاجتماع علشان ما حدش يسمعه لما يرن مدام هو هيرن يبقى هو مش مغلق حلو؟ يبقى ترني أفضي استبعدناها ترني أن يشغله وميت يعني يقابل فأكيد الإجابة هنا ميوت ومعنى هنا ميوت هنا بتسوي كلمة يعني ما انت عارف زي ما قلنا في فيديو الكلمات إن عندي كلمة دي بنستخدمها كفيرب وبنستخدمها كأدجكتيف لو استخدمناها كفيرب فهي معناها يصمت هتسوي كلمة لو استخدمناها كأدجكتيف يعني هي هتسوي كلمة بمعنى صومت وفي الجملة أنا اضطريت أني أسكت التليفون يبقى أنا جبت سباك عشان يركب لنا الغسالة الجديدة طبعا دي معناها يغرس بتسوي كلمة وكان في ترجمة سنوية عامة قبل كده خد بالك منها معناها يركب طب يا مستر انت قلتيني في فيديو شرح الكلمات إن كلمة دي لها معنين ممكن نستخدمها بالاستخدام الاولاني بمعنى يركب جهاز ممكن نستخدمها بمعنى يثبت برنامج حلو طيب لو من استخدمها بمعنى يركب جهاز فهتسوي كلمة لو من استخدمها بمعنى يثبت برنامج فهتسوي كلمة حلو الكلام تعال نشوف هي مين بقى وبتسوي مين في الجملة دي طيب في الجملة انت بتقول لي أنا جبت السباك عشان يركب يبقى بتسوي في الحتة دي طب هل بتسوي دي مع البرمج بس يلتحق بيك كاميليكيت يتوصل الصوت كان عالي جدا عشان كده طلبت منها انها توطي الصوت مو ترن داون يخفض الصوت طيب حوالي خمسمائة عضو جديد بيلتحقوا و بينضموا بصفحة المعاصر على الفيسبوك يبقى شير يتشارك صوت دي معناها يشاء يعني يناسب وداون لود يعني يحمل طيب عايزة بتعرف برضو في حوار داون لود إنك بتقول داون لود حاجة او بيج لكن بنجيب بعدها طيب يعني يرفع حاجة على موقع معين استخدم هذا المفتاح يبقى سويتش هنا معناها مفتاح يبقى كده نون يعطيني بعض الوقت عشان نعمليه في الحلول الممكنة لهذه المشكلة يعني وصل فيشة يعني يبحث او يستقصي بتسوي كلمة زي ما اتفقنا دي لي يعني يؤجل ودلي دي زي ما قلنا بمعنى يؤجل وتأجيل وهي كفيرب بتسوي كلمة الكلام ده كله انا قلته في فيديو شرح الكلمات فطبعا ما بكتبش الناحية التانية عشان كده يبقى بتيجي لكن دي معناها يرفض وبتسوي كلمة اللي معناها يرفض وبتسوي برضو اللي معناها يرفض والكلام ده قلناه في فيديو الملحظات بس بنكرر تاني ورنا ايه؟ طيب احنا في الجملة هنا اتفقنا ان هنا ومعنى الجملة اديني بعض الوقت عشان افحص او ادقق في الحلول الممكنة لهذه المشكلة وسلوشا يعني حل ومعناها برضو محلول زي ما كنا نقول محلول السكر ومحلول الملح كده يعني هيكون الموضوع صعب عليك لو انت انك تعمل ايه؟ لو فاتك اسبوعين من المدرسة يعني تلحق لازم بعدها مفعول وما فيش مفعول فهنستبعدها يتصل بحد اللي لسه قلناها بتساوي يبقى انت بناخد لو بعدها مفعول زي الجملة اللي بعدها دي في مفعول يبقى بتنساش ان احنا قلنا بتساوي كيب برضو بتساوي كمان كوب بس انت ملاحز ان كوب ما فيش معها اب بتساوي كمان كيب بيس اللي كاتفة ترجمات الوحدة الرابعة واحدة انساها طيب الجملة رقم تسعة قبل ما تروح تنام اعمل ايه على التلفزيون ولا شغل التلفزيون ولا طف التلفزيون طف التلفزيون نقط كلمة يا مستر دي زي كلمة فهيقول لك انا مش سمعك اصلا على التلفزيون ولا شغل التلفزيون. ولا وط التلفزيون ولا دي كمان شغل التلفزيون اكيب بقول لك وط التلفزيون مش سمعك. طيب. رقم اه احداشر. بقول لك اللي هم العمال. الموظفين اللي هي زي الظبط التي اليها العمال. دايما بندل الموظفين شير نعني حصة. او نصيب. في اه اه تخاذ القرار. في الجملة دي كلمة اللي هي معناها نصيب او حصة عبارة عالاسم لكن لما قل لك لا يجب عليك ان تشارك يبقى هي كده يعني انا مش سامع الضيوف اللي في التلفزيون بيقولوا يا ابني فيعملي في صوت التلفزيون عليه شوي يبقى على صوت التلفزيون انا مش سامع الناس بتقولي في التلفزيون طب بقولك انت مش هتعرف تشغل الفيسبوك بتاعك على الموبايل الا لو انت عملت ايه في الفيسبوك التطبيق بتاعه يعني يستجيب يعني يطبق يعني يثبت اللي بتسوي كلمة ايه هنا بتسوي كلمة يثبت عشان ده برنامج يعني يصمت او صامت ممكن تشترك او تلتحق باجتماع افتراضي يعني اجتماع عبر الانترنت يعني خاطئ او مكذوب ولو قلنا يعني اخبار مكذوبة او اخبار خاطئ يعني فاصل على الانترنت فاكت شوال يعني حقيقي الانترنت ايه اللي ايه بتاعت الانترنت قوية في الغرفة دي معناها رابط معناها اتصال الانترنت معناها وصلة الانترنت او اتصال الانترنت جول يعني التحق او اللي هو انفصال او فصل لو انت مش قادر تستعمل اه تستطب يعني او تحمل التطبيق الجديد اعمل ايه في الوصلة بتاعت الانترنت بتاعتك بمعنى افحص الانترنت بتاعك ممكن يقول فاصل دي معناها يا رج والاسم منها اسمه اه شيك اللي كان معناها رجة يعني يلغي يعني يوافق صحة صديقي من يوم ما بدأ يدخن وصحته دي معناها يعني يرفض يعني يرفض يعني يعني يرفض هنا بقى في الجملة معناها ينخفض او يقل صحيته بدأت تنخفض طيب يعني يعني حسن او يتحسن هل يمكنك ان تفكر في حل للمشكلة يبقى يعني علاقة او رابط يعني حقيقة يعني نتيجة بتسوي كلمة ايه مستر سيك وينس او ممكن استخدمها بمعنى فاين دينكس فلما قولك يعني نتائج الدراسة نتائج الدراسة برضو رقم تسعتاشر ايه شوت بي برموتد تو موتيفات زيم تو اتشيف مور سكسس اتكس بقى معايا ده الموظف اللي احنا بنقول عليه قبل كده قلنا عليه العامل طب دي حاجة بالعمل يا اما مكان العمل دي لها اكتر من معنى معنى توظيف نفسه ومعنىها وظيفة زي كلمة اه جاب بس لاحز ان قلت لك من غير اه لانها اسم اللي يعد هنا طب ان اللي هي البطالة طب ما تيجي نقرأ ونترجم بقولك اللي ايه الكف يجب ان يحفز ويشجع آآ آآ شوت بي برموت يجب ان يحفز ويشجعو لكي يبذلونا من جهدا اكبر العمال الاكفاء يعني العمالة يبقى الامبلوييز ولا هنشجع صاحب العمل وما المين لها هتشجع بقى يبقى انت كده بتقول لي ان العامل الكف يجب ان يحفز ويشجع لكي يحقق النجاح طيب هنا معناها مستند يعني مستندا هاما يعني اصدار او نسخة ابليكيشن تطبيق لا تتوقعش انك تحصل على استجابة ايه يا ترى انا هاخد وقت عشان اقرر فمش هديك اجابة سريعة يبقى اللي معناها سريع وعلى فكرة كان ممكن نستخدم كلمة يت اللي معناها برضو فوري او سريع فيرس والافتراضي تكنيكال معناها فني وانتر بيرسنا يعني بين الافراد الاباء مسؤولين عن الايه بتاعت اطفالهم فورم اللي هو المنتدى سبيس اللي هو المساحة والفراغ والخير اللي هي رفاهية وانتر فيو معناها لقاء شخصي فالاباء مسؤولين عن رفاهية ابنائهم بالكمية الخبرة اللي عندك والمهارات والمؤهلات انت فعلا على فكرة عادي بتعرف ان بعدها حرف وفور عشانها مكتوبة قدام غلط طب دون لو دي حمل على انترنت جون يلتحق بيه وشير يتشارك اوي شارك طيب وهنا في الجملة دي برضو فيه ملحوظة عاية هتعرفها كلمة عالسريع كده عشان عارف ان البقاء بتضيع زي بقولوا عندك كلمة يعني كمية وكلمة يعني كمية ملحوظة قلناها مرة بكده لو انت فكر في الوحدة الاولى كمية بيجي بعدها فقط اسم لا يعد لكن لكن بيجي بعدها اسم يعد واسم لا يعد فممكن اقول لك لكن بس ما ينفعش نقول طيب آآ بالمناسبة برضو انا ممكن في السياق ده كده ممكن اقول لك ايه بقى بس مش هنقول تجوب يعني دي معناها قابل للتوظيف يعني انت ممكن تتوظف بسهولة عملت في الكبل اكيد وصلته يبقى ما يقومي بتتصل بيا مرتين في اليوم كلمة يتصل يبقى لكن لو انت قلتلي يعني لقى وجيلي مكالمات يبقى دي كده هنا ناون في الحتة دي اللي بعد كده بقول لك ايه انا هتقدم لوظيفة محاضر وظيفة يبقى انا قدامي حاجة من اتنين خد بالك انت قلتلي ايه يبقى جوب طب ممكن تشيل ايه وتحط بقى المهم من بين الاختيارات هنا كلمة بتساوي اللي معناها وظيفة بوسي بلدة الامكانية واحتمالية التوضيح وكامفرنس مؤتمر مش هحكي لك السبع حاجات تقريبا اللي بيتساوي معنا اللي معناهم عشان حكيناهم كتير جنون دي كت في الوحدة الاولى قلنا جنون يعني اصلي ممكن نحط مكانها يا ريت تكون بتقول معايا او كل دول كده معناهم اصلي اه انا اشتريت نسخة اصلية من ويندوز حداشر يبقى عشان نسخة اصلي توصيل المنتج تم تأجيله مدم لا فعل يبقى انت قدامك اختيار من اتنين يا تلاقي في الاختيارات بوست بوند يا اما ان تلاقي في الاختيارات دي والاتنين معناهم تم تأجيله هو ادي دي يا بشا ابلاج ان يوصل الفيشة انتو يتحرق او يستقصي يرفض او معناها يقل او ينحسر او كده يعني كدنابد يعني آآ مخطوف وعايزة بتعرف ان دي مع البشر لكن مع دي معناها يخطف او يختطف طائرة تمام فزب لين وز هيجاكد لكن دمان وز كدنابد الضابط يعني عرض حياته للخطر عشان ينقذ الطفل اللي كان مختطف النقاط دي مازالت محتاجة ايه اكتر عشان مش كل الطلب هفهموها يعني وظيفة او موضع في المجتمع او مكان في الملعب وحاجات كتير كده معناها هيضع بوسيبولتي امكانية يعني توضيح اللي ممكن نستخدم مكانها او اللي كان معناها توضيح مؤتمر الصداع بتاعي عندي دي عايزة تاخد بالك لو انت عايزة تقول انا عندي صداع فما تقولش هي بالمنظر ده كده غلط لازم تقول ايهاف اهدك او ايهاف اهدك او ايهاف الصداعي الصداع اللي عندي بيستجيب يبقى يطبق برنامج او يركب اه جهاز يعني يصمت وصمت لا اظن انه هيعمل ايه في هذا العرض السخي اكد ماش عمره ما هيرفض هذا العرض دي لي يعني يؤجل او يؤجل او تأجيل يوصل الفيشة فتراتة تلاتين ايه انا انا ادير ايه على الانترنت بيساعد المتعلمين اللغة الانجليزية ده المحاور اللي بتسئل يعني في فضاء او مساحة فريغة وفورم منتدى فانا اديره منتدى على الانترنت يساعد المتعلمين اللغة الانجليزية. طيب الجملة اللي بعد كده العامل للجماعي محتاج درجة عالية من المهارات الايه? هتشكف حاجتين انت اللي هي مهارات التفاعل بين الافراد. اللي هي المهارات الفنية. لكن دي افتراضي يعني فوري زي مش هنفكر فيهم. طيب اخذ مين في دول تكمل عشان تعرف. لازم يكون عندك علاقة مع الاعضاء الاخرين يبقى تفاعلية. انا ناوي احضر الايه الطبي. المعقود في فندق هيلتون. ده وظيفة. بسبيلتي امكانية. توضيح. لكن مؤتمر. انا هاحضر المؤتمر المعقود في هيلتون. انا كنت مشغول بمراسلة بعض العملاء. الراجل بيقول لك في السؤال. يعني الكلمة في السياق ده كده. جاية كه هو انت عارف ان بعدها بيكون الفعل مضافة يعني هي كده ثانيا حتى في العربي هي فعل لانك بيقول انا كنت مشغولا وراسلوا بعض العملاء. يقول اراسل ده فعل فعشان كده هي فيرب. طيب. مايي. اه يور مينتل هيلز. مينتل هيلز اللي هي الصحة الزهنية وانت عارف ان مينتل زي اللي هي الصحة الزهنية برضو زهني زي مينتل. اه التوتر ده ربما يعمل ايه في صحتك الزهنية? يعني وصل الفيشة يعني يثبت او يركب يعني يدمر فهي دي الاجابة. الصحة الزهنية ومشاكل الصحة الزهنية ايه? ايه حياة العمل ايه المضغوط الضاغطة يعني. طيب ده اللي هو زميلي في العمل دي زي كلمة زي ما اتفقنا معناها نتيجة. برنامج واستادي دراسة فطبعا اكيد هي مشاكل الصحة الزهنية هي نتيجة انحات مية نتيجة مباشرة للحياة والعملية الضاغطة. طيب اه بعد كده عشان تعمل ايه في الملف ده فانت محتاج اللي هو مساحته عشرين جيجا يعني فانت محتاج سريع يبقى اكيد عشان تحمله. صوت يعني يناسب يعني التحق بيه والشير يعني يشارك. طب ليه ما ناخدش الشير? اصلي معنى انك تعمل شير للحاجة يعني هي موجودة اصلا على الكمبيوتر فانت تضغط على زرار شير فاتشيرها مش محتاج مساحة. لكن عشان تحمل ملف عشرين جيجا في الموضوع كبير. لما الاسم ايه معناه فورمال ريكوست اسمه يعني. ده مش هينفع نستبدلها بكلمة يعني هنا الاجابة الراجل عايز يقول لي بس هو عارفش يوضح يعني. عايز يقول لك ان كلمة دي لها معنين. المعنى الاولاني هتساوي فيه كلمة وهي معناها هنا تطبيق بمعنى برنامج على الانترنت او الكمبيوتر على التليفون وهكذا. طيب لكن كلمة اللي معناها استخدام لها برضو تطبيق لما نيجي مسلا نقول تطبيق العدالة في مدارسنا مسلا فده اسمه او هنا ما ينفعش نقول بتسوي لكن انا حملت بيصور كويس ده اسمه هو عايز يوصل كده يعني. يعني كلمة لو معناها استخدام ما ما ينفعش نقول عليها اب. لو معناها تطبيق او برنامج يبقى هي ابليكيشن واب. ادي الاطفال اديهم مساحتهم عشان يختاروا ويقرروا. طبعا والرفاهية المحاور وفورا منتدى. بعد كده بقول لك اديني حل موضوعي. ما تنساش انك برضو معناها هدف قصير المدى. يعني هدفنا من الاجتماع ده ان احنا نحل مشكلة كزا يبقى ده لكن هدف طويل مدى بقى طول حياتك عايز تعمله اسمه جول. اديني اه حلا موضوعيا ليه ممكن بسهولة يكون يعني يعني يطبق يعني يثبت برنامج ويركب ويركب جهاز يعني يصمت. اديني حل منطقي يمكن ان يطبق قبل تطبيق يعني. على فكرة ازا كان ممكن نسميه يعني حلا قابلا للتطبيق. قبل ان قابل تطبيق. انا زرني تلاتة من الايه لما كنت انا مريض. دي طبعا دراسات بنابجة على الانترنت اه كمبيوتر والا سوري معناها بتاع البرامج يعني المشغلة للكمبيوتر وبرامج تشغيل التليفون. نتائج بتساوي كل جزء اللي هما تلاتة زميلي. لو في حاجة حصلت غلط يعني بس انت اتصل بيا. يعني يتصل. على السريع كده يعني عايزك تاخد بلك من حتة دي. تلمة دي معناها يتصل بشخص. سواء هاتفيا عبر الانترنت يتصل. يكلم حد. طب دي معناها يوصل جهازين. بمعنى على سبيل المسال لما قلت وصلت جهازين. موبايلك بالانترنت. وصلت بالموبايل. وما لقى دي رقم واحد معناها يتواصل مع شخص. ايا كان الوسيلة بقى انترنت موبايل انت حر. رقم اتنين معناها ينقل فكرة مسلا او ينقل مرض. يعني ممكن تنقل امراض. تيجي بقى بعد كده بقولك ممكن تحصل على الدعم الفني. كلمة يعني دعم. يبقى هي كده نون. هما بيدرسوا امكانية او احتمالية بداية فرع جديد من البنك. طبعا انت عرف ان كلمة يعني فرع الشجرة وفرع البنك. واني البنك ده معناها الفلوس. ومعناها ضفة النيل والبحيرة. ومعناها يعتمد على يعني بتسوي كلمة. وبتسوي كلمة. وبتسوي كلمة. لاربعة كده معناهم يعتمد على. طيب تأكد من ان السماعات العالية دي متصلة بالكهرباء يعني طبعا دي يعني يعني يرفض. ومعناها هينخفض. اه. از تيرن اماشين كده. والله يبص هو يعني زي يبقى انا اخذ لسويتش اوف. طب. انك تبدأ تشترك في نشاط معين. اه. الاشخاص الاخرين يعني شغالين في. انك تشترك في حاجة الناس شغالة فيها يبقى دي اسمها جوين. تشترك مع الناس. طب. انك تيجي من الخلف وتوصل الناس اللي قدامك يبقى تلحقهم. يبقى كاتشاب وز. طيب بعد كده. تيك. انك تهدي الصوت. او تخلي الصوت يختفي تماما يبقى ميوت يصمت. اماشين مش عارف ايه كده يبقى يشغل تيرن اون بسويتش اون يبقى كده سويتش اون. انك تستخدم حاجة مع الناس التانية يعني انت شاركها يبقى شير. صورة انت بتستخدمها وزي ملك بس هتبقى في نفس الوقت انت عامل لها شير كده. انك تشغل جهاز زي مثلا الفرن او الراديو عشان تنتج لك حرارة اكثر. خبالك حرارة اكثر يبقى انك تعليها يبقى تيرن اوب. اللي بعدها بقى نفس الجملة بس عشان تنتج لك حرارة اقل يبقى تخفض يبقى تيرن داون. طيب انك تضيف برنامج على الكمبيوتر يعني تثبت برنامج على الكمبيوتر يبقى دي حالة من اتنين اما او ان بتحاول تكتشف الحقيقة تستقصي يبقى هي الدراسة او استخدام العملات الالكترونية والمعادات الالكترونية علشان تخزن معلومات يبقى تكنولوجي. طبعا الصفحة دي كده خلصت معاتش فيها اي اسئلة. الصفحة اللي بعدها. طيب بقول لك السيدي هنا. التحق بكلية الهندسة يبقى جوين. عايزة بعدها ان. كتنفع هنا. بس عايزة ان. في الاجتماع اللي هو عبر الانترنت. انت عمرك ما حدا هيسمعك لو انت اللي بتسوي كلمة انك تصمت الميكروفون. يعني هي كده تعمل في شاشتك مع الاخرين عشان تشارك الشاشة بتاعت الكمبيوتر بتاعك يبقى يعني يشارك. انك يكون عندك شبكة انترنت عليها فهتواكب الشغل يبقى بعد كده. السوفتوير اللي انت ستبته ستبته يعني او بيسوي بعضهم هنا. من فضلك اخبرني بما يجب ان افعله اذا كنت في مكان اللي ليس فيه شبك يبقى يعني يعرض او يقدم يعني 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 يلحق ومعناها يمسك ومعناها يصطاد على حسب بقى التركيب اللي معاه. قبل ما توافق على اي فكرة. يعني ادرس الاول امكانيات النجاح بتاعته يدرس يستقصي يفحصي. يبقى لوك انتو. بقولك ان الاجتماعي الاجتماعي الافتراضي اللي انا اشتركت فيه اضحقت به معك سهبة اللي انا تركته. مع المشروع بناخد دو. دو ابروجيكت. يبقى احنا نقوم بعمل المشروع. اي وكلمة دي معناها ايجابي هنا معناها انا متأكد من نجاح اخويا. يبقى رقم ايه? طيب ليه ما ناخدش على فكرة لو انت اشيلت قب دي. ينفع تفكر وين ايه? طيب آآ اي سو ذات زير وز ابليمينج لوك. لما انا عليت الصوت كان فيه نظرة لوم من ابي. طيب الجزء اللي بعد كده في المتحان التاني او المنتيست التو. كلمة ممكن نحط كلمة ايه بدل هشوف الاول والله لو معناها هيركب جهاز يبقى كده هتساوي كلمة لو معناها يثبت برنامج فهي كده هتساوي كلمة هشوف الاول. لو انت يجب انك تعمل ايه في اللي هو البرنامج يبقى تثبت يبقى يبقى ناخد له وما الان انستول وريموف دول عكسها يزيل. المايكروفون دلوقتي يعني صامت صامت دي يعني يعني كده عبارة كلمة في الجملة دي بتساوي اللي هي دي. عشان انت عايز صفة. ايمن سيد. طفي الاير كندشنر. ده معناها ايمن طلب من فادي انه هو يعمل ايه في الاير كندشنر ما هو هي تيرن اف. ايجوين دا ميتنج انا التحقته بالاجتماع. كلمة يعني ينضم بالاجتماع. عكسها يغادر يبقى سما نوات يعني سما تتشارك الغرفة مع اختها. يتشارك يبقى شير بس سما مفرد فهنقول شيرز. بالمراسبة كلمة دي ممكن نستخدمها كفير بمعنى يشارك بنستخدمها كناون بمعنى حصة او نصيب نوبك يعني. هو ايه? مشاركة البيانات على السوشال ميديا مشاركة يعني اسمي يبقى شيرنج. الايه بتاعة مصرف مياه النيل حصة مصرف مياه النيل يبقى شير. طب ما احنا بقول حصص يا مستر عادي ايه المشكلة عادي بس هو قال لك هنائز يعني عايز مفرد يا عام. رامبر فور. ايه? سنت هيتم ارساله للمبنى الاساسية عن ترجم الاول. بمعنى يتثبت او يركب. يعني تركيب. اللي هو القسط التأسيب بتاع حاجة انت شاريها. ده اللي هو الفني. انت بقول ايه المحترف اللي هيتم ارساله? اكيد فني محترف يبقى زي كلمة بالزبط. زي نوع تقو في بتاع التكييف? التركيب بتاع التكييف. التركيب يبقى تنفع. فني محترف هيتم ارساله لكي يركب. انت عايز الفعل. يبقى زي ما قلنا بمعنى يركب اهي. زي مش سامعينك لان الميكروفون بتاعك كدتنفع. او يعني صامت. وهنا في الحتة دي هنا معناها معناها ان هم مش سامعينك لان الميكروفون بتاعك صامت. زي كانت بس. انا عندي هنا بس. هناخدها ونفرح بيها. مستر اشرف كانت ميت يو اون ناو از هي از اكون اكون فرنس كول. بقول لك مش هعرفي قبل لتلوقتي لانه هو في اجتماع عبر الانترنت. اجتماع عبر الانترنت اسمها اون اكون فرنس كول. كل وسائل الترفيق اصلا معها اون. ادكتور هو اببيرز نوع تقام. اببير يزهر. تو بي. يبقى تو بي. اللي هي رقم ايه. اببيرز تو بي كام يعني يبدو انه صبورا. او هادئا. هينة بقى تو فور. احنا هنختار اجابة وفقا للكتاب المجرسة هيبقى تو. دي موجودة في قموس لونج مان لونج مان ديكشنيري. ولحظة ورها لك كده. اه دي باشا قدامك اهي. نظلها لك اهي. اهي. الحتة دي كده. بست ويل ايديالي بيرفكتلي اه. واحنا لو جينا فتحنا دي. لو فتحنا دي كده. هتلاقيه شريح لك الاتنين. اهوة. يعني انت كده في السليم الجامل جدا. اهي. طيب ارجع بقى للي احنا كنا شغالين فيه. لكن تو شخص او جهة انت مقدم لها. ايه. لايد. مسلا. طب اللي هي بتسوي اللي هي بتسوي آآ 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 او كلهم نفس المعنى وقلنا الموضوع ده كتير وتكرر لما انت ملت مني. بعد كده بقول لك عايزك تفتكر بيجي بعدها طول فعل مدفصل اي اني يجيب معنى اعترض على. لو انت عندك اي اعتراض تكلم اليها. طب ما او تكلم عن. اتكلمش عن. كلمنا على طول. الكتير هو اللي حطك في هذا الموقف الضغط. المسبب الضغط. يبقى. لما تكون بتكتب بتكتب في اخره عشان هو طبعا طلب تقدم وظيفي. فهو رسمي. فانت بتكتب له بس في هنا حاجة عايزك تاخد بالك منها. دي غلط. ليه دي غلط? عشان انت لما تكون بتكتب الخطاب لحد. بتيجي اخر الحاجة خالص خالص بتروح كاتب في سطر جديد. بما ان دي جات في اول السطر فالوايد لازم تبقى يعني على علاقة على اتصال متصلا بي. خلصت دي كده. معانا كمان اللي مزعلني ان هو كسر ان الدرى بتاعتي متعمد. طبعا قولنا باي تشانس دي مصادفة او دون ما ترتيبا. لكن دي لبريتلي و وان بيربس وانتنشنالي زي بعض. بهمتزم هو قابلهم ايه 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 ات وزنت الرينجي دي الموضوع ما كانش مترتب. يبقى هو قابلهم مصادفة يبقى يبقى يوسي يعني حاجة ما وجودة في كل التطبيقات الرقمية المراسلة بترسل وتطبق ويتم استقبالها بشكل مباشر على الانترنت يبقى طب ليه مش مساج دي مش مساج ده اللي هو التدليك. ومسج رسالة واحدة بنفعش نقول لها ار برضو عشان احنا هنا قدامنا ار. طيب اي 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 انا درست اللغات في هذه اللي هي زي كلمة يعني كليج التربية لكن ده زميل العمل. زي نظام كده. اللي هو الكاتالوج. شخص لكن فور شيء. انا ممتنن الى مين اللي في وظيفتي اللي هما دايما اللي هما رحبوا بيا وساعدوني اكيد كليجز اللي هما زملائي اللي رحبوا بيا وساعدوني. خلصنا كده الجزئية دي الحمد لله رب العالمين في وقت قياسي ستلاتين دقيقة. اتمنى لكم التوفيق. تابع الجدول الموجودة على الجروب عشان ما تفضل الشرابة نفسك. احنا ماشيين وفقا للجدول. ان شاء الله لن نخيل به اطلاقا. ولو حصل ظرف ومعرفتش هنزل الفيديو في نفس اليوم بنزله فاتمنى لكم التوفيق. تابع الامتحانات اللي بنزلها. السلام عليكم وبركاته.